غيرت ثورة الثالث والعشرين من يوليو أوضاع مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل جذري كما لعبت ثورة يوليو دورا رائدا في تشكيل حركة عدم الانحياز ثورة من أعظم ثورات العصر الحديث بما اكتازته من تحديات وحققته من إنجازات إنها ثورة الثالث والعشرين من يوليو التي انطلقت نحو الاستقلال التام واستعادة زمام الأمور لتصبح حقا مصر للمصريين فهناك العديد من الإنجازات التي تحققت بفضل ثورة مثل القضاء على الإقطاع والاستعمار وإقامة عدالة اجتماعية وحياة ديمقراطية وأعلنت الجمهورية وألغية الملكية وجاءت بأول مصري لحكم البلد التي كان يحكمها غير المصريين منذ عهد بعيد تغيير أحدثته الثورة في أوضاع مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل جذري لصالح الأغلبية العددية حيث حظيت بتأييد شعبي واسع وحققت نقلة نوعية لمصر كما حررت المزارعين بإصدار قانون الإصلاح الزراعي لتشكل تلك الفترة الأساسية من تاريخ مصر الحديث مادة أساسية من التاريخ العربي ومرجعا ثابتا للحديث عن الدور الرائد للشعب المصري على مر العصور ليست إنجازات محلية وحزب بل إقليمية ودولية أيضا فعلى المستوى الإقليمي أكدت للأمة من الخليج إلى المحيط أن قوة العرب في توحدهم وتحكمها أسس تاريخية ولغة مشتركة لوجدان واحد مشترك كما أصبحت مصر قطب القوة في العالم العربي مما فرد عليها مسؤولية الحماية والدفاع عن نفسها ولمن حولها أما على المستوى الدولي فقد لعبت قيادة ثورة الثالث والعشرين من يوليو دورا رائدا مع يغزلافيا بقيادة الزعيم تيتو ومع الهند بقيادة نهرو في تشكيل حركة عدم للحياز مما جعل لها وزن ودور ملموس ومؤثر على المستوى العالمي كما تم توقيع صفقة الأسلحة الشرقية عام 1955 والتي اعتبرت نقطة تحول كسرة احتكار السلاح العالمي فضلا عن عقد أول مؤتمر لتضمن الشعوب الإفريقية والأسيوية في القاهرة عام 1958 موسيقى موسيقى موسيقى